إضراب شبه كامل للقطارات في بريطانيا التي تربط العاصمة لندن بباقي أراضي المملكة المتحدة مسافرون علقوا بالعاصمة وآخرون لم يعد بإمكانهم الوصول إليها عبر شبكة السكك الحديدية بعد إضراب حوالي 21 ألف من سائقي القطارات وأكثر من 40 ألف عامل في نفس القطاع أنا هنا في العاصمة لزيارة أصدقاء قادما من مانشستر ولا يمكنني العودة بسبب إضراب موظفي القطارات وأحاول أن أجد لي طريقة بديلة للعودة أتفهم لماذا يضرب الموظفون لأنهم يطالبون بأجر أعلى هناك مطالب بضرورة عدم خصخصة خطوط القطارات لا أتفهم لماذا لا تعيد الحكومة سيطرتها على شركات القطارات لأن بعض الشركات يهمها الأرباح فقط وليس المواطن الحكومة البريطانية عرضت زيادة في الأجور في بعض القطاعات المضربة بأربعة في المئة وترفض الاستجاب لمطالب النقابات العمالية برفع الأجور إلى عشر في المئة معللة قرارها بمحاولتها الحد من ارتفاع التدخم لأن ارتفاع الأجور يعني ارتفاع التدخم بحسب رؤية الحكومة محافظ بنك إنجلترا أعلن عن رفع نسبة الفائدة إلى أربعة في المئة بعدما كانت ثلاثة فاصل خمسة في المئة موضحا أن التدخم يمكن أن ينخفض مع نهاية العام قمنا بزيادة سعر الفائدة المصرفية بمقدار خمسة من عشر نقطة مئوية ليصل حاليا إلى أربعة في المئة سبب قيامنا بذلك أنه منذ تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر رأينا الإشارات الأولى على أن التدخم قد غير الاتجاه وانخفض التدخم السنوي لأسعار المستهلك من 11.1% في أكتوبر إلى 10.5% في ديسمبر وهذا أقل مما كنا نتوقع أنه سيكون في تقرير نوفمبر ونعتقد أنه سيستمر في الانخفاض هذا العام وبسرعة أكبر في النصف الثاني النقبات العمالية أعلنت أنها لن تتراجع عن مطالبها مؤكدة عن سلسلة إضرابات إضافية خلال هذا الشهر والشهر المقبل إذا لم تستجب الحكومة لتلك المطالب تطالب النقبات البريطانية الممثلة للعمال والموظفين برفع أجور منتسيبها إلى أكثر من 10% فيما ترفض الحكومة ذلك وتعتبر أن أولوياتها هي الحد من استمرار ارتفاع التدخم في البلاد وبين هذا وذاك يستمر الاقتصاد البريطاني بين حالات الركود والانكماش على أمل أن يعود إلى النمو يوما ما محمد الفنيش قناة الغد من أمام محطة يوستن للقطارات بالعاصمة لندن